اللمون مالي سوق وبخمسة جنيه بس. ايه رأيك بقى النهاردة? هنعمل كده مخلل اللمون مع بعض بازن الله هيعجبك جدا وهتعتمدي الطريقة دي. مخلل اللمون سريع تكليه كده تاني يوم او تالت يوم بالكتير. تعالي اقولك بقى هنعمله ازاي بكل سهولة. اللي معايا دول ستة كيلو من اللمون. زي ما انت شايفة كده اللمون كله اصفر. انا ما بحبش اخلي اللمون اللي اخضر خالص. ما بيبقاش حلو خالص في التخليل. ولونه وشكله كمان ما بيبقاش حلو وكمان طعمه بيققى مجلد زيادة عن اللمون الاصفر. جبت اللمون الاصفر بالشكل ده وبدأت ان انا اخسله كويس جدا وكمان احطه في الحلة كده زي ما انت شفته على النار. واول ما تحس ان هو بدأ ان هو يغلي بالشكل ده. بتسيبه بس كده غلوتين تلاتة وبتطفى عليه على طول النار. بتعرفي امتى بقى ان هو استوى لما تمسك اللمونة كده او تشوفيها بتلاقيها كده آآ تحس ان كم واحدة كده من اللمون ده. فرقع كده زي ما انت شايفة كده. وطلع حتة منه بالشكل ده. بكده اللمون استوى وبقى معاكي زي الفل. تمام جدا كده. هاتش ليه بقى بنع النار وغتسي بيه كده لحد ما المية تبرد عليه خالص ما ترميش المية وهي سخنة. وطبعا لو انت بتعملي صابون في البيت او بتعملي اي حاجة في البيت. ممكن ان انت تستخدمي مية الصابون دي بتبقى حلوة جدا. او ممكن كمان تجيبي مية اللمون دي تحطي عليها قشر لمون وتغليهم كويس جدا مع بعض وتعمليها عجينة كده وتحطيها في الفريزة لتطلعيها تستخدميها للمواعين لما تحب كده تخلي مواعينك. زي القشرة بتعملي الفكرة دي. تعالوا بقى المهم مع بعض نشوف اه اللمون المخال اللي هنعمل في ايه. في الوقت ده المية خلاص كانت اه بردت دلقت بقى اه المية اللي هي كانت فيه وغسلته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده مرة واتنين وتلاتة وهتبتدي بقى ان انت تغيري على اللمون ده من بالليل للصبح. غيري عليه بقى ايه تلات اربع مرات كده علشان اللمونة نفسها لما تيجي تدقيها تلاقي المرارة بتاعتها راحت خالص. بعد ما غسلنا بقى اللمون كزا مرة وصفنا من المية بالشكل ده هتجيبي بقى خمس معالق من الملح واعدي معايا لاني طبعا الملح اللي هنحطه هنحطه بمعايير علشان قطر الملح بتاع اللمون يطلع معانا مناسب جدا وطعمه حلو. خمس معالق من الملح وهتبدأ ان انت تحطيهم على اللمون بالشكل ده. بعد ما تحطي الخمس معالق من الملح هتقلبي بقى اللمون كويس جدا مع بعض. بالشكل ده كده علشان اللمونة تبقى متغلفة كلها من الملح بالشكل ده. بسيبه بقى بالطريقة دي والملح اللي عليه ده من بالليل للصبح. او يعني ست سبع ساعات. هتجي تجي بقى كده تجيبي الحاجة اللي انت بتخليلي فيها. طبعا انا بحب اخلل جدا اه اي مخلل عندي في البرطمانات الازاز. بس للأسف يعني كان عندي اتنين واحد القصر. والتاني عيناء لاني عايز اخلل في زاتون. اه المهم ايا كان بقى انت بتخليلي في ايه? بس طبعا الحاجات السريعة دي لما تتخلل اه في حاجة بلاستيك ما فيش اي مشكلة. انما بالنسبة للزاتون بيقعد فترة. فيعني يستحسن ان انت تخليلي في حاجة ازاز. جبت كده شوية من ورق اللوري وشوية كمان من حبة البركة وكمان شوية من العصفر. يعني معلقة كبيرة كده مليانة من حبة البركة وكمان معلقة كبيرة مليانة من العصفر. وشوية من آآ ورق اللوري. وعملت بقى هريسة شطة في الخلاط. جبت كده ربع كيلو فلفل احمر وحطت عليه نص كباية من الخل وضربتهم في الخلاط وحطتهم عليها بالشكل ده. هزود بقى على المكونات اللي انا حطتها دي تلاتة لتر من المياه. هعمل تلاتة لتر من المياه. وطبعا لكل لتر من المياه خمس معالق من الملح. احنا طبعا زي ما انت شفتي في اول الفيديو. حطينا آآ خمس معالق على اللمون نفسه. فاحنا هنحط بقى كده آآ عشر معالق من الملح. لاني طبعا حطينا خمسة على اللمون آآ نفسه من شوية. فعلشان المياه بتاعتك بتاعت المخلل تطلع مزبوطة لازم تحسيبي كل معلقة ملح من اللي انت بتحطيهم. بتحطي على كل لتر من المياه خمس معالق من الملح. وكمان هتحطي على كل لتر من المياه معلقة كبيرة من السكر. يبقى تحطي على كل لتر من المياه خمس معالق من الملح. ومعلقة كبيرة من السكر. وهبتدي بقى ان انا انزل اللمون كله اللي معايا في الحلة. بالشكل ده في محلول الملح اللي انا عملته. بجد احسن طريقة. للمخللات هي الطريقة دي. ولو انت حابة تحطي بشر جزر بتحطي. مش حابة خلاص. انا الصراحة ما بحبش حط مع اللمون جزر خالص. بحب احط عليه آآ العصفر والحبة البركة بس. انت طبعا على حسب يعني راحتك انت. بحط بقى اللمون كله بالشكل ده. وجبت حوالي نص كيلو كده من الشطة. هبتدي برضو ان انا اخسلها كويس جدا مش بفتحها ولا بعمل فيها اي حاجة. بحطها كده سليمة بحلها. بخسلها كويس جدا وبحطها بالشكل ده. حطيت بقى اللمون وكمان نص كيلو آآ آآ الشطة بتاعتي. وهقلبهم في بعض بالشكل اللي انتو شايفينه ده. وطبعا ما تنسيش شوية بقى زيت كده على الوش علشان خاطر المخل بتاعك ما يطولوش اي عفونا ولا يطولو اي هوى بالشكل ده كده وبتبدأ ان انت بقى تقفلي البرطمون كويس جدا اللي انت عملتيه وبعد يومين بتاكلي منه بتلاقيه زي الفل. وطبعا الملح اللي احنا حطناه على اللمون وهو ناي من غير ما نحطه آآ في المية بتاعته او في محلول الملح بتاعه بيخلي اللمونية نفسها تشرب ملح فما تاخدش وقت كتير في السواء. وطبعا المرارة بتاعته احنا آآ غسلناه وصفناه كزا مرة فما فيهوش اي مرارة فبتبدأي ان انت تفتحي عليه بعد يومين جربيه بجد طحفة. تعالوا بقى مع بعض في الفكرة اللي بعد كده والفكرة دي انا بحبها جدا وعملتها كتير في القناة القديمة بتاعتي. وان شاء الله هتعمليها وهتدعي لي عليها. هجيبي كده كوباية وتحطي فيها نص معلقة من الشاي. وتبدأ ان انت تحطي عليها شوية مية كده آآ مغليين من الكاتل كأنك كده بالزبط بتعملي كوباية شاي بس كوباية شاي من غير سكر. الفكرة دي انا باعتمدها على طول عندي في شقتي وبجد يعني جبارة. هنقلبهم كده كويس جدا جدا مع بعض وهنسيبهم بقى لحد ما كده الشاي يهدى شوية. لانه طبعا سخن. وهنبتدي كده ان احنا نجيب لامونة. وهنعصرها جوة شوية الشاي اللي احنا عملناهم دول. انا عملت نص كوباية بس من الشاي. هنجيب لامونة بقى ونبتدي ان احنا نعصرها بالشكل ده. بالزبط كده. تعالي بقى هنعمل ايه? هجيب بقى يا ست الكل ايه? اما زيت زتون لو انت عندك زيت زتون يبقى احسن بكتير جدا من الزيت العادي. ما عندكيش ممكن تستبدليه بزيت الطعام العادي خالص. مفيش اي مشكلة. هناخد منه بس معلقة صغيرة جدا زي ما انت شايفة كده. اللي بتتفرج على الفيديو اكيد هتقولك معقول هحط آآ آآ زيت وبعدين انطف به مش هينفع خالص. لأ هينفع عادي خالص مفيش اي مشكلة لان اللمون اصلا هيخلي لك الزيت ده ما يعملش اي دهننة ولا اي حاجة آآ على على الخشب. هنحط نضع بسيطة جدا آآ كمان من صابون المواعين. بس كده يسبت الكل. هنقلبهم بقى كويس جدا جدا مع بعض بالشكل ده. وتعالي بقى اقولك انت كده عملتي خلطة جبارة بجد جبارة زي ما بقولك. لايه بقى? طبعا انا هنا غلطت غلطة ان انا يعني حطيت كده على طول والآآ وانا مقلبة الشاي بس بتستني كده لحد ما يهده خالص او تحطيف بخيخة لحد ما التفل يبقى تحت كده من عند الكوبية من تحته ويهده خالص وبعدين تبدأ ان انت بقى تستخدميها من غير تفل الشاي ده. دي بقى خلطة فعلا جبارة للخشب ولدهون المطبخ بتاعت الخشب. وممكن كمان تستخدميها في الاخشاب اللي عندك في الشقة قط النوم قط الاطفال بتعملي برضو نفس الطريقة. زي ما انت شايفة كده. انا طبعا ما حطيتش اي حاجة ولا مسكت ولا مسكت آآ سبونشة ولا سلكة ولا اي حاجة. بالفوطة كده وبقى بتبدأ ان انت تمشي على المطبخ بالشكل ده. دي طبعا القطعة بتاعت الخشب اللي موجودة آآ جنب البتجاز بيبقى بقى طيلة هدهون كتير جدا. وزي ما انت شايفة من تحت. كل المكان اللي تحت دي بس عشان الفلاش بتاعها القمر عالي. انت مش شايفين بقى هي قد ايه? مت بهدلة. مت بهدلة طبعا ومليانة دهون. اي دهون عندك هتخلي لك الخشب بتاعك ينور من النظافة. وكمان هتلمعه وهتديله لها مع حلوة جدا جدا للخشب. جربي الفكرة دي تحفة جدا. انا على طول باعتمد الفكرة دي بقولك من زمان جدا بعملها. وعلى طول باعتمدها عندي في المطبخ. وطبعا قلت افكركم بيها. فكرة بجد تحفة جدا. وان شاء الله هتعجبكم زي ما انت شايفة كده مخلية الخشب زي الاشطاء. مش بتحتاجي دعك خالص ولا مجهود ولا اي حاجة. يا دوبك بس كده بتحطي على الفوطة وتمشي الفوطة على الخشب. جربي الفكرة تحفة جدا. شايفك كده لسه بتتفرجي وما حطيديش اللايك. انزلي بقى يا ست الكل. حطي اللايك كده عشان بازن للفيديو بتاعي ارتفع وكل الناس. تستفاد? وتعالي نكمل بقى افكارنا مع بعض. هتيجي كده عند الحوض وتبدأي بقى تعملي الفكرة دي قبل ما تنامي كل يوم بالليل. حابة ان انت تعمليها كل يوم عادي خالص. حابة ان انت تعمليها اوقات كده معينة برضو ما فيش اي مشكلة. بس الفكرة دي هتخليك رحة المطبخ عندك تحفة تحفة جدا. سيبك خالص بقى من ان انت بتشغلي كده عط بخور او من ان انت بتحطي معطر او اي حاجة حلوة انت بتعمليها في المطبخ. الفكرة دي يعني اكتسحت كده كل الافكار اللي بتخلي رحة المطبخ حلوة قوي. طبعا انا مليت الاول كيس المية ده علشان خاطر اقفل به الحوض. لو انت عندك اللي هي بتاع اللي هي اللي انت بتحطيها على على الحوض. الصفاية اللي هي بتكتم الحوض. ما فيش اي مشكلة. ما عندي كيش. اعملي زي كده. اه انا غالبانا ما عنديش اللي بتاع اللي بتتسك الحوض دي. لان طبعا الحوض بتاع قديم زي ما انتم شايفين. بس الحمد لله يعني. لو انت عندك اللي بتاع اللي هي بتقفل الحوض دي ما فيش اي مشكلة. انا بحط الكيس بالشكل ده وبجيب غطى كده من الدوني. الدوني ده منعم الاقمشة. وابتدي ان انا اسيبها كده احطهم في شوية المية. وقلبهم كويس. بتعمل ريحة تحفى يا بنات للمطبخ. بتصحي الصبح كده طبعا. الكلام ده بتعمليه بعد ما بتخلصي الموعين. بتصحي الصبح كده تلاقي ريحة المطبخ طبعا. آآ آآ الفكرة دي حلوة جدا جدا اعتمديها. انا دلوقتي بقى بوريكي ان بعد ما بتخلصي كده الموعين وتخسلي بقى اللي زمانشة بتاعتك وتصفيها خالص خالص من المية. بتبدأ ان انت تحطي فيها لمونة بالشكل ده. وكمان بتحطي فيها بقى مية مغلية من الكتل. بالزبط كده. وبتسيبيها بقى لتاني يوم الصبح. مش عاوز اقول لك بقى الفكرة دي بجد تحفى قد ايه? علشان خاطرك انت بقى بتخسلي كده بالسبونشة بتاعتك بتبقى ضمنة مليون في المية ان ما فيهاش اي بكتيريا ولا فيها اي حاجة بتبدأ ان انت تخسلي تاني يوم الموعين او الحاجات دي وانت متطمنة. جربي الفكرتين دول وبازن الله هيعجبوك. تعالوا بقى مع بعض في الفكرة اللي بعد كده. عندك شوية لهم كده بايزين في التلاجة ولا يهم خالص عتيهم بقى هنعمل بيهم بجد فكرة جبارة. بنبقى عاديين كده وبيبقى حوالين منا جميع المنظفات ومكسلين ومش قادرين نقوم نعمل حاجة. وفجأة كده لما كل حاجة تخلص انا معرفش انتو زي ولا لأ بس ده بالفعل اللي بيحصل معي. وفجأة كده لما الاريال يخلص والصابون يخلص وكل حاجة تخلص ابو الصلاقي كده اه حاسة ان انا نشيطة كده وعايزة اقوم اعمل وانجز وخلص كل حاجة في شققتي. بس اجدور ما بلاقيش اي حاجة عندي تسد او ما بلاقيش اي منظفات ولا اي حاجة عندي. تعالي بقى اقول لك بشوية الليمون دول انت كده بتعملي حاجة لجميع المنظفات اللي موجودة عندك في الشقة. اي حاجة موجودة عندك في الشقة عايزة تتنظف هتنظفها النهاردة بشوية الليمون دول. جبنا كده حوالي اربع خمس لمونات بالشكل ده وهنحطهم في الخلاط وهنحط عليهم حوالي كوبية من المية. هنفرومهم جدا 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 في الخلاط لحد ما القشر بتاعهم تحس ان هو ده بخالص. وهتبدأ ان انت بقى تصفيهم في العلبة بالشكل ده. هنصفيهم كده بالشكل اللي انتم شايفينه لحد ما نشيل اي قشر او او بزر عندنا اه في في اللمون بتاعنا بالشكل ده كده. هيطلع معينا بقى عصارة الليمون نفسها في المية دي. بالضبط كده زي ما انتم شايفين. تعالي بقى اقول لك هنعمل ايه? علشان خاطر نخلي آآ نوفر على نفسينا جميع المنظفات اللي موجودة عندنا في البيت. طبعا البخاخة اللي معايا دي بخاخة فاضية. بعينها كده لما المعطر بيخلص. بعينها كده بقى استخدمها بقى في اي حاجة. هنبتدي بقى ان احنا كده آآ نجيب اي آآ ارطاص. انا عملت ارطاص كده من ورق الفويل القديم اللي عندي. وهبتدي بقى ان انا احط شوية المية الليمون دي. جوة البخاخة بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طب معقول احنا بقى هنعمل آآ مية الليمون بس كده آآ هي دي المنظف. لأ تعالي بقى هقول لك هنعمل ايه? فضينا كده حوالي كوباية ونص من مية الليمون. بالشكل ده كده. وهنجيب بقى شوية كده من كلوريكس الالوان. يعني حوالي ربع كوباية كده من كلوريكس الالوان وهنبتدي ان احنا برضو ننزلهم في البخاخة بالشكل ده. بالضبط كده. وممكن بقى انت تحطي مسلا صابون مواعين وممكن لا. لو انت حط ممكن برضو تنفع في الوصفة دي ممكن تحط كلور ابيض او ماء جافي الابيض. آآ بدل كلوريكس الالوان. يعني حسب آآ ما انت حابة. لو حط انت كلور ابيض بتحطي شوية صغيرين جدا من صابون المواعين. لو حتى كلوريكس الالوان ممكن تحطي صابون مواعين وممكن لا. لان اصلا كلوريكس الالوان بيبقى فيه مادة اساسا آآ بتراغيك كده يعني في آآ صابون برضو مع كلوريكس الالوان. تعالي بقى وريك المنظر واسفة جدا جدا عليه. زي ما انت شايفة بقى المنظر وراء البتجاز عامل ازاي. شكل بقى الدهون والمنظر وراء البتجاز. وحش جدا. آآ بس طبعا مش هجيب لك الحاجة نظيفة وانضفها معاكي مش هينفع خالص. لازم الحاجة اورها لك قبل وبعد. هلرش كده بالشكل اللي انتو شايفينه ده. على كل الاماكن بقى اللي فيها الدهون. وهتسيبي بس يا دوبك بس يعني ايه ربع ساعة بس او عشر دقايق. وترجع لها تاني. مش عاوز اقول لك بقى انت كده يعني عملتي اقوى منظف. عندك في شقتك من المكونين دول بس. اقوى منظف بجد تحفة جدا يا بنات. واي دهون عندك بقى دهون الشفاط. دهون الحيطة اللي جنب الشفاط. دهون اللي حوالين البتجاز. دهون الارض بتاعت اللي ورا البتجاز. اي دهون عندك في المطبخ. هتختفي بكل سهولة. طبعا المنظف اللي انا عملته معاك وده ممكن ان انت تحتفظ به في الازازة لمدة اسبوع. زي ما انت شايفة بقى. اي دهون بتطلع معايا. بص انا مش اساسا مش طايلة ان انا ادعك. انا يا دوبك بس بمشي كده اللي سبونشة لاني المكان دايق جدا. انا مش عارفة اخد راحتي والكاميرا كمان قدامي. فزي ما انت شايفة كده والله العظيم يا بنات. تحفة تحفة. انا بمشي بس كده اللي سبونشة زي ما انت شايفة طبعا والدهون باين جدا انها عنيدة جدا. وكتيرة جدا. اسفة جدا جدا على المنظر. شايفين? رشيت برضو في المكان ده. شايفين بقى? انتو طبعا كلكم عارفين الاماكن اللي بتكون بالشكل ده. بتكون عاملة ازاي? شايفين بقى يا بنات يا دوبك بس بمشي كده اللي سبونشة. على المكان. كل الدهون بتطلع معايا بكل سهولة. قمي كده جربي شوية الافكار اللي قلتلك عليها دي وانت بجده هتدعييلي. بتمنى ان انت تكوني استفدتي في الفيديو بتاعي النهاردة ان شاء الله لو بفكرة واحدة بس. بحبكم جدا 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 في الله احلى اخوات. وشكرا جدا ان انت كملتي معايا الفيديو للاخر. ومع السلامة.